طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وصبل الحد منه وتعزيز مصار التهديئة وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حفة خطر الحرب الإقلمية التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة في ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية بما يقدم وصالح الشعبين المصري والفرنسية واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك